برحب بحضراتكم في حلقة جديدة في فيديو جديد هنتكلم فيه عن أهم نصائح وتحذيرات وتوقعات لبرج السرطان لشهر مارس 2013 قبل ما ابتدي في الفيديو بليس تقولولي بتتبعوني من مدينة ايه وانتو برج ايه ولو انتو من جوة مصر بليس تعملوا لايك للفيديو ولو انتو من بره مصر بليس تعملوا لايك للفيديو وتقولولي بتتبعوني من فين طيب تعالوا نتكلم كمان عن أهم النصائح والتحذيرات وأهم تأثير الحركة الأسترالوجي وعلم الفلك على برج السرطان قولولي يا جماعة بتتبعوني من فين وقولولي تحبون نتكلم عن أبراج ايه اللي شهر مارس 2023 هديكو أبشنز برج الحوت برج الجوزاء برج الأسد كمان برج احنا قلنا حوت جوزاء أسد برج الحمل برضو ما تكلمناش عنه طبعا احنا النهاردة تكلمنا مبارح تكلمنا عن برج الدلو وبرج الميزان وتكلمنا عن برج القص وبرج العزراء والطور والجد طيب برج السرطان أول حاجة أول نصح لك يا برج السرطان بطل تقارن نفسك بالأشخاص التانين ما تقارنش نفسك بحد يعني ركز على نفسك ركز طقتك على نفسك ركز الأنرجي بتاعتك على نفس طوال تقول ده فلان ده أنجح مني فلان ده بيشتغل أكتر مني ركز إن انت في إزاي تتحسن إزاي تكون أفضل إزاي تكون أحسن بلاش تبص حواليك ركز طقتك على إن انت تكون الأفضل طيب خلونا نتكلم إن شهر مارس هنقسمه إلى نصين نص الأولاني من يوم واحد يوم 19 اللي الشمس بتكون موجود فيه برج الحوت وبتدعمك جدا جدا وتديك الطاقة اللي انت محتاجها وتديك نجاحات وانفراجات وقوة ونشاط وحيوية وحاسة ستسة وتقطك حلوة جدا جدا يا برج السرطان فإنت من الأبراج الأكثر حظة في شهر مارس وخاصة أول 19 يوم طيب أما النص التاني اللي هو من يوم 20 لحد نهاية الشرم فالشمس بتتنقل لبرج الحمل كمان عندنا يوم 21 ولادة أمر جديد في برج الحمل وعندنا اكتمال الأمر في برج اكتمال فول مون في برج السرطان يوم 7 مارس وكمان الحاجة التانية ان المريخ هتنقل لبرجك من برج الجوزاء يتنقل لبرجك يا برج السرطان بعد يوم 28 مارس وده ممكن يكون ليت تأثيرات هنقول لكم عليها في آخر الفيديو طيب يبقى انت النص الأولاني انت يا برج السرطان عندك حصوص حلوة عندك نجاحات عندك فلوس ممكن تكون جاية لك برج السرطان كان الفترة اللي فاتت وخاصتها من شهر فبرار كان عندك أزمة مادية كان عندك مشاكل مادية كان عندك نقص في الأموال مصاريف كتيرة جدا ما كنتش عامل حسابها قولوا لي الكلام ده مصبوط ولا لا يا برج السرطان فشايف عندكو كان بند الصرف مثلا صلحت عربيتك عملت سامة عربيتك فكان عندك بند مصروفات كتير جدا انت ممكن ما كنش عامل حسابها يا برج السرطان فعندك كان عندك مصروفات كتيرة وعندك شغل كتير وحاجات كتيرة جدا في شهر فبراير فشايفة عندك نشاط عندك حيوية عندك انفراجات سبحان الله تلاقي رزق باب رزق بتفتح لك طاقتك حلوة مبسوط طاقتك العقلية مبسوط بتتعلم حاجات جديدة عندك energy ان انت تبقى متحدث لبق الكميونيكيشن سكيلز بتاعتك حلوة جدا بتتعرف على ناس جديدة بتقابل ناس جديدة عندك شكلك حلوة attractive جذاب ناجح it's one of your best timing بالنسبالك وهو يعتبر شهر من افضل شهور بالنسبالك لان الشمس موجودة ببرج الحوت بيدعمك كمان انتقال بلوتو لبرج الدالو بيديلك energy قوية بيديلك طاقة مالية قوية جدا جدا طيب شايفاك يا برج انت من الابراج الاكثر حضر اول 19 يوم كمان شايفا عندك اشخاص بتدعمك ناس بتساعدك تلاقي ناس كلها واقفة تدعمك وتساعدك وعايزك تكون افضل مديرينك راضين عنك عندك تغيير جابي بدايات جديدة موفقة انت من الابراج اللي فعلا طاقتها قوية جدا جدا اول 19 يوم من بعد يوم من اول يوم 20 لحد نهاية شهر تبدأ بقى تاخد بالك يا برج السرطان ممكن شوية تحس بقى تأجيلات تأخيرات طاقة ندم طاقة تزعلان من حاجة قدق توطر خوف من شيء طاقة تأخير تحس ان في حد بيرقبك حد بيحسبك حد يقولك انت عملت كذا ليه ما عملتش كذا ليه عندك ممكن كمان من بعد يوم 28 ممكن تحس بعصبية بتوتر بانفعالات بردود فعلي سريعة لان ده تأثير انتقال المريخ لبرجك او التصرع او هوجائية كده في التعامل طيب بس برضو شايف عندكو حاجة نرسوكو فيها تتحقق في شهر مارس يا برج السرطان عندك امنية بتتحقق حاجة كنت بتشتغل عليها او بتحلم بيها بتتحقق قولولي يا جماعة بتتبعوني من مدينة ايه او انتو برج ايه يا جماعة الحجز اي قراءة خاصة بليس تتوصلوا على الانستجرام او على الفيسبوك او على الايميل واكتبوا ايه نوع الجلسة اللي انتم محتاجينها هو انا في مهيتين هيرد عليكم يا جماعة الجلسة الخاصة ما بتكونش سريعة بتكون الريزورفاشن في خلال 3 اسابيع تقريبا يعني اوكي طيب يبقى انت النص التاني من بعد يوم او اللي هو اخر اسبوع في الشهر ممكن يكون عندك عصبية توطر ارتباك تأخيرات ردود فعلا سريع وعصب يعني خلي بالك هوصر عصب عصبي اكتر منفعل سهل استفزازك سهل حد يعصبك سهل حد يفرجك برا المود ممكن حد يتكلم عنك خلي بالك من اخطائك ما تغلطش اخطاء لان عندك اضواء كتير يعني ممكن تقدي الى ان انت حد يتكلم عنك من ورا ظهرك حد يتكلم عنك لا مش مزبوط خلي بالك من اشعات حواليك طاقتك الروحية قوية جدا عندك قدرة غريبة على جذب الاشياء اللي نفسك فيها يعني بتقدر تجذب اي حاجة نفسك فيها يا برج السرطان بتقدر تأتراكت اي حاجة لان الطقتك الروحانية بتحس بحاجة بتحصل روحانياتك عالية جدا جدا يبقى احنا حاولوا تستفيدوا من طقتك حاولوا تستفيدوا من الانرج بتاعتك اول عشرين يوم يا برج السرطان لان هما لمصلحتكم طيب شايفة ان انتوا عندكم وردو ممكن عندكم فيه فرص للصفر حلوة في شهر مارس عندكم فرص لارتباط زواج الناس المرتبطين اول عشرين يوم شايفة فيه استقرار في العلاقة العلاقة بتتطور فيه ناكستاب ممكن بتاخدوها لو انتوا متصاحبين تتخذوا لو مخطوبين تتجوزوا لو متجوزين تجيبوا بيبي عندكم احتفال عندكم لامة حلوة اصدقائك بيجو زروك يبسطوا معاك عندك يعني لمة اصدقاء قوية بتعرف على ناس جديدة قوية الناس المرتبطة علاقتك مع بارتن بتاعك ولا ارواح ولا اجمل كأنه بيحاول يقرب منك كأنه بيحاول يصالحك كأنه بيحاول يتعرف عليك اكتر ويقرب منك اكتر فالناس المتجوزين علاقاتكو كويسة جدا جدا بخاصة اول تسعتاشر يوم يمكن تخلي بالكو بس شوية بعد يوم تسعتاشر في ابس ان داونس شوية تشده في شعر بعض شوية تبقى كويسين تتحسينه تاني احسن فانتو تخلي بالكو من بعد يوم عشرين مارس يا بورج السرطان طيب شايفة اي حاجة ليه علاقة بالشراكات كمان اول عشرين يوم ممتازة سواء شراكات بهنية او شراكات عطفية كل حاجة عندك فيها تقدم شايفة عندكم الناس المش مرتبطين او الناس المفاصلين علاقة حب جديدة بتبتدي بداية حب جديدة بتتعرف على شخص بتوفق علاقتك بشخص بتحاول تخرج من طاقة طرف ثالث يعني عندك طرف ثالث في حياتك يا بورج السرطان ليه علاقة بالماضي بتتخلص من علاقة ثلاثية او علاقة فيها طرف ثالث وبتخرج وبتقابل شخص مناسب لك او شخص يعني شخص بتبدأ تتعلق بيه شيئا فشيئا بتبدأ شخص رومانسي شخصا حبيب شخص يعني بيديك حب بيديك امان بيديك اهتمام فعندكم بداية علاقة عاطفية جديدة وبداية قصة حب جديدة الناس المنفصلة المرتبطة شخص جديد ممكن تعرف عليك صديق الأول بعد كده العلاقة بتبدأ تتحسن وتبقى افضل بكتير جدا جدا فشايفا عندكم تفاهم عندكم انسجام عندكم طاقة عاطفية رومانسية حب فيه طاقة حب قوية جدا بالنسبة لبورج السرطان شايفا كأنك بتخرج او بتكويت علاقة ثلاثية كأنك كنت في علاقة فيها طرف ثلاثة يا بورج السرطان وتقرر انت تخرج من العلاقة دي بعد تعب بعد مجهود بعد مشاكل وكأنك انت كنت مرتبط بشخص اماني شخص بيحب نفسه وبعد فترة اخيرا بتقدر ان انت تتغلب على هذه الطاقة طيب الايام الاكثر حظة لماوريد بورج السرطان اللي عايزين تستغلوا طاقته فيه يوم واحد يوم اتنين يوم تلاتة يوم حداشر يوم اتناشر يوم عشرين يوم واحد وعشرين يوم تسعة وعشرين تلاتين واحد وعشرين الايام الاقل حظة انا عايزة مليادinde بورج السرطان Aha تخلي بالكم منها يوم تسعة ويوم عشرة ويوم خمستاشر ويوم ستة ويوم خمسة وخمستاشر ستاشر سبعتاشر واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين وسبعة وعشرين وستة وعشرين وثمانية وعشرين طيب الحاجة التانية برضو المهمة جدا حاولوا ان انتوا تتحكموا في ردود εفعالكو في الاندفاع في التهور في العشوائية في العصبية آخر عشر تيام وخاصة بسبب تأثير انتقال المريخ لبرج لبرجوكو الفول مون بتاعكم بيديكم امنية بتتحقق بيديكم طاقة حلوة بيديكم ثقة في نفسكم عندكم فرصة للحب فرصة عندكم مشاعر حلوة هتبقوا رومانسيين جدا يا برج السرطان الناس مرتبطة ببرج السرطان خلصوا كده بالرومانسية بالعاطفية بالحب شايفاك يعني عايزاكو بس تكويت اي علاقة عاطفية قديمة كانت مجهدة بالنسبة لكم لو انتوا في علاقة عاطفية مع شخص تكسك حاول تركز طاقتك على نفسك وحب نفسك يا برج السرطان وركز على نفسك شايفاك عندك علاقتك بالابراج المائية قوية جدا زي برج العقرب زي برج السرطان زي برج الحوت زي برج العذراء او الطور او الجدل وبرج الدلو كمان يا برج السرطان في برج دلو او عذراء او عقرب او سرطان زيك او خوت أو طور في حياتك يا برج السرطان قلولي يا جماعة بتتابعوني من فين وانتو برج إيه لو انتو من جو مصبريس تعملوا لايك للفيديو لو انتو مبارا مصبريس تعملوا لايك للفيديو أنا شايفة عندكم شراكات حلوة جدا عندكم طاقة عمل حلوة عندكم طاقة نجاحات مبهرين قراراتكو هتكون سليمة وصائبة وقوية جدا جدا أول 20 يوم فعلا لو عايزين تاخدوا أي قرار مصيري أو قرار قوي خدوه بأول 19 يوم في الشهر لأن عندكم فرص حلوة جدا جدا يا برج السرطان ابعدوا عن العصبية والارتباك والقلق وبلاش أي حد يا جماعة يروح يتخانق مع برج السرطان خاصة آخر 10 أيام في شهر مارس شايفة فيش شخص بيرقبك من الماضي يا برج السرطان شخص ممكن يطلب منك مال أو يطلب منك مساعدة شايفة بتدعم ناس كثيرة جدا وناس كثيرة بتدعمك عندك دعم خارجي أو فلوس جاي لك من برا أو في حد علاقتك بأشخاص زوية سلطة عندك شهرة عندك انتشار خاصة أول 19 يوم يا جماعة بليز أنا راشا مراد بقول لكم أول 19 يوم إن شاء الله في شهر في برج الحط عندكم فرص حلوة عندكم انفراجات عندكم قوة شخصية عندكم نجاحات قوية حاولوا تستغلوا أول 19 يوم لمصلحتكم عندكم لقاءات كثيرة مع الناس جديدة أي فرص تتعلموا تتعرف فيها لأن الناس جديدة استغلوها الناس دي هتكتبكو وتقف جموكو في يوم من الأيام يعني اجتماعياتكو قوية جدا جدا وممكن الناس أو الناس المنفصلة التعرفات الجديدة اللي ممكن تخصل عن طريق أصخد للأصدقاء أو سوشال ميديا تؤدي إن انت تتعرف على شخص جديد وتقرب منه ويبقى عندك علاقة عاطفية بسبب الكمينيكيشنز أو الميديا اللي ممكن تخصل عندك أحبوكو جدا جدا يا برج السرطان أتمنى لكم السعادة واستنوا فيديوز كتير جدا بيستعملوا لايك تشجيع القناة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين وقلولي يا برج السرطان هل فعلا شهر فبراي كان شهر في صرف كتير كان عندكو فلوس كتير بتتصرف كان عندكو مشاكل مادية كتير ولا لا وقلولي يا جماعة تحبوكو نتكلم عن أبراج إيه لشهر مالس هديكو أبشنز برج الحوت برج الحمل برج الأسد برج الجوزاء برج العذراء برج التور برج الجد